دشرة الخامسة للأنباء أهلا بكم تمر اليوم 69 سنة على اغتيال الزعيم الوطني فرحات حشاد أحد أبرز رجالات الحركة الوطنية والنقبية في تونس مؤسس أول منظمة نقبية في العالم العربي وإفريقيا حشاد من موليد قرقنا سنة 14 وتسعمائة وألف تزعم الكفاح المسلح ضد المحتل الفرنسي دفع بشراسة عن حقوق العمال حياته التي كانت ثرية بالنظال النقبي الوطني كانت أيضا قصيرة إذ اختلاف الخامس من ديسمبر سنة 52 وتسعمائة وألف وفي هذه الذكرى أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد صباح اليوم على موكب بضريح الشهيد بالقصبة تولى خلاله وضع كليل من الزهور ثم تلفتحة الكتاب ترحما على روح السعيم فرحات حشاد كما تحادث رئيس الدولة بالمناسبة مع أفراد عائلة زعيم الراحل مستحذر انخصاله واستبساله في الذود عن الوطن وحسب بلاغي رئاسة الجمهورية فقد حذر الموكب كل من رئيسة الحكومة نجلة بودن والأمين العام للاتحاد العام التونسي لشغل نوردين طبوبي وعدد من أفراد عائلة الشهيد يتقدمهم نجله نوردين حشاد كما شارك في الموكب وزير أشؤون الاجتماعية ووالي تونس ورئيسة بلدية تونس ورؤساء منظمات وطنية وعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي لشغل وعدد من أعضاء الدوان الرئاسية في خبر آخر أعلنت وزارة الداخلية اليوم تعيين عدد من المعتمدين الأول في عدد من الولايات حسب بلاغها أمس نزار الجمعوي معتمد أول بولاية الكافة عيسى موسى معتمد أول بولاية القيروان علي الزيدي معتمد أول بولاية نابل عادل بن عمر معتمد أول بولاية المهدية وأحمد الحامدي معتمد أول بولاية القصرين أسفر انفجار لغم أرضي صباح اليوم على مستوى منطقة أولاد هلال المحاذية لجبل سمم في سبيتلا من ولاية القصرين أسفر عن إصابة امرأة بإصابات خفيفة على مستوى الساق بشضايا لغم وقد تم نقلها إلى المستشفى الجهوي بالقصرين لتلقي الإصعافات اللازمة وبين المصدر الجهوي للصحة عبدالغني الشعباني أن المرأة المصابة تخضع حاليا للفحوصات اللازمة للتثبت من سلامتها واصفا حالتها بالمستقر وكانت المرأة قد تحولت هذا الصباح إلى المرتفع جبل سمامة على متن دابة لجلب الحطب أين انفجر عليها اللغم متابعة للوضع الوبئي ببلادنا اعتبرت عضو لجنة العلمية لمكافحة كورونا سمر سمود أن نسبة التخطيب التلقيح ضد كورونا تجاوزت 54% من السكان لكنها لا تؤمن الحماية الكافية لتونس من موجة أخرى لجائحة كورونا وذكرت سمود أنه رغم تقدم تونس في حملة التطعيم ضد كورونا مقارنة بدول أفريقية أخرى إلا أن ذلك لا يجعل من ظهور موجة جديدة من كورونا أمرا مستبعدا لافتة إلى همية التلقيح في احتواء مخاطر أي موجة جديدة من كورونا 43.4% فقط من المجتمع التونسي ملقح لكن ما زلنا بعادة اللي تلقوا الجرعة الثالثة هما 3.4% فقط في تونس نستكمل وتلقيح الأطفال على الأقل اللي فوق 12 سنة حتى الـ 18 ومزال بعيد 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 برشة الدراسات العلمية الأخيرة تقول لك الجرعة الثالثة تعطيك توصل لعشرة مرات أكثر حماية ولذلك وقت اللي تبدأ ملقح وخاصة الجرعة الثالثة تولي في مدة وجهزة ما تشتقعد أنت كل 14 يوم ولا 21 يوم وانت بشتعدي تولي بضعة أيين تنجم يكون الحمل الفيروسي ودائما مع شأن الصحي فقد شهد المستشوى الجهوي بالقسرين إيواء مئة أفراد بين أطفال ورضع وحادثي الولادة بقسم الأطفال من بينهم 75 مصابا بالتهابات القصبات الهوائية دون تشجيل أي حالة وفات في صفوف الرضع والأطفال وحادثي الولادة المقيمين بالقسم هذا وقد تم تعزيز القسم بعدد من الأسرة ومكثفات الأكسجين في سبيل استيعاب كافة المرضى يستقبل قسم الأطفال بالمستشفى الجهوي بالقسرين يوميا ما لا يقل عن 20 مصابا بالتهاب القصبات الهوائية من الأطفال والرضع ما تسبب في اكتظاظ غير مسبوقة بقسم الأطفال في الحقيقة أبيديميا عام سناء لم يكن من قبل أبيديميا كبيرة برشا وقع أيواء نومبر كبير برشا 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 من صغيرات صغيرات اللي تضروا أكثر 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 هما صغيرات أقل من عام أكثر من عام الحمد لله لم يكن من حالات خطيرة الحالات الخطيرة لاحظناها من صغيرات الأكثر من ثلاثة شهور أما الحمد لله حالات الخطورة كانت متفوتة وصلنا وصلنا تقريبا حتى 100 مريض في النهار معنا في السربيس نوصله حتى 100 من يوم 100 وشوي قولك إطار طبي بالليكون ديما ناقصه هنا في المستشفى الجاه وبالقاسرين ناقص كومبليت مو ورغم الانتشار السريع للفيروس في صفوف الأطفال والرضع إلا أن الجهة لم تسجل حتى الآن حالات خطيرة أو وفيت في صفوف المرضى ومنهم من تعاف بفضل الرعاية والمتابعة الصحية إضافة لاتباع الأولياء لتوجيهات ونصائح الأطباء بعد وجيته من أخته صغيرة تقرة في المدرسة مقربة شوية جيته لعبت عليه بسيته كها أولدي صباح لي منه غضوة نسكر شوية كهزيته البدياتر البر قال لي استحقه يرغط في السبطار الحمد لله ما كان فمشو صغير وصل سماشين والمصلحة لاختيرة برشا برشا حالة الوفيات الحمد لله بالفضل ربي سبحانه لحد الآن على الموقع التسجيل في أي حال توفت من البرونكوليت هذه صحيح دورة الهسبتاليزاصي طويلة شوية أما الحمد لله يتمثل لكل الشفاجين توفرت لفخزة الشاقج الحمد لله مقرد موقع عدنا حتى إشكال حتى الحمد لله الإدارة خلت على ذمتنا دي كونسنتراتور ما نقينيش بوقع الأكسيجين بالكونسنتراتور ومشيت والحمد لله وخلال شهر نوفمبر شهدت ولاية القسرين موجة حادة لانتشار فيروس التهاب القصبة الهوائية لدى الأطفال تمكن أكثر من مئة مريض بالإجراء عمليات جراحية بمنهم في قائمة الانتظار بقسم العيون بالمستشفى الجهوي حسين مزيان بقفصة في إطار قافلة صحية بتنظيم من نادي البصر وجمعية العون المباشر أمام تواصل غياب طبيب مختص في جراحة العيون بالمستشفى الجهوي حسين مزيان بقفصة منذ ما يزيد عن السنة تقريبا يواصل نادي البصر بقفصة تدخلاته لإجراء عمليات جراحية مجانية لماء العين لفائدة ذعاف الحال والمعوزنة خاصة من كبار السن عن طريق قوافلة صحية دورية على غرار هذه القافلة بمشاركة أطباء من القطاعين العام والخاص دينا في قفصة إثر برنامج مخيم عيون اللي هو يقوم بعملية جراحية للعين استقصاء الماء الأبيض من العين بشعبية تقادلت السنة عندهم الماء الأبيض معتها ليستة تطويلة المرهدية معتها قررنا بشعملوا تقريب مهات عملية بشعرها بها وفقنا ومن رجعين معتها كل تقريب شهرين ثلاثهم لازمنا ديون نجوم بشعملوا معتها أخويننا في المنطقة هناك طبيب مستخدم في سبيتار لذلك نحاول نعاونوا شوية الجهة بالطريقة هذه نجوم نشقوا للعمليات التي سجدوا كاتاراكت طبط الخاص التجين لهم بمساعدات ولكن ما تكفيش لأن العدد الماء في العين مهود جدا أكثر من مئة مريض ومريضة سيتمكنون خلال هذه القافلة من إجراء عمليات جراحية لماء العين ممن هم في قوائم الانتظار بقسم العيوم بالمستشفى الجهوي الحسين بوزيهم بقفصة بصفة مجانية في إطار شراكة فاعلة بين نادي البصر ومكتب منظمة العون المباشر بتونس أنا في هلماء عندها برشة لها برشة عملت واحدة لها لها تثنين من أربع سنين وهذه الثانية قيد هنا أنا عندي خمسة عشر يوم التالي قيدت وكلموني آمس نعمل العملية آي هل مش ندخل دور اليوم كي جدت القافلة كلموني آمس قالوا لي الراحة وعملنا عملية ورب إن شاء الله ينجح وبرك الله فيهم توابر طويلة وأسماء أخرى لا تزالوا في انتظار موعد قريب لإجراء تدخل جراح عاجل لماء العين إذا ما تم توفير أطباء في هذا الاختصاص لفئدة المستشفى الجهو الحسين بوزيان بقفصة في أقرب الأجال عروض فنية ورياضية قدمها مشاركون من ذوي الإعاقة بمناسبة تظاهرة الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة والتي تنتظم لأول مرة في القيروان فقرات متنوعة شارك فيها أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة قدموا خلالها عروضا رياضية وفنية وذلك خلال تظاهرة الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة بمدينة القيروان حبينا أن نفرحوا لأصحاب الهمم تظهروا كل يمثلوها أصحاب الهمم حتى جبنا فرقة فرقة المنتخب الجهوي للموسيقى العربية مجدودة معنا الأستاذ عنا رياضة سمعت جمعية جديدة جمعية الحلمة أحضر الترمو بمساعدة الحديثة لأحتفال في وقت قبل اليوم شعر ومشاكفة التنسيط وإن شاء الله يكونوا عنصر من عناصر المجتمع المهمين اللي في التونس وإحنا الحب والإخطب معناها كي تونس الكل أنا وإنت وذاك وكل كنا كيف كيف معناها شي فرق هي تجربة أولى لابد تلقى فيها نقاس لكن هي نشكرهم على تعب امتيحهم على المجهودات والحضور أكبر دليل اللي يكونوا معناتها شاء الله دوم لتظاهر هذه جمعية حلم المستقلة لأصحاب الهمم بشاركة مع خلية أحباء الترجي رياضي التونسي بالقيروان قاموا بتنظيم هذه التظاهرة من أجل التوعية بضرورة الإحاطة بذوي الاحتياجات الخاصة وإعطائهم المكانة التي يستحقونها في هذه التظاهرة اللي تصير أول مرة في القيروان الاحتفال باليوم العالمي لأصحاب الهمم أصحاب الهمم هم ذو الاحتياجات الخصوصية كلمة جديدة حبوا يحظوها الناس كل تصل بي أخويا فتحنا هايش اللي هو رئيس جمعية حلمة واحترح علي موضوع ورحبت بالفكرة برشة ونصق تناوية وطورنا معناتها موضوع خطرية كانت حاجة معناتها رمزية وبرك خطر معناتها هما مزلوك أسوى الجمعية إن شاء الله نكونوا عند حصن الظن وإن شاء الله نفرحوهم هذين اللي بجيكتف اللي حشتنا به وإن شاء الله ربي وفقه وإن شاء الله بعض المسؤولين وبعض معناتها رجال أعمال يتلفتون معناتها شوية خطر بالحق لأنه عندهم عزيمة أقوى منها وقد كانت التظاهرة فرصة للاستماع لمشاغل ذوي الاحتياجات الخاصة أحلامهم وتطلعاتهم بشأن المستقبل بمنطقة البورجين من ولاية سوسا تنطسب مؤسسة مختصة في صناعة الطائرات الخفيفة بعثها شابان هذا المشروع بتا ينافس دول رائدة في المجال مشهد من إحدى ورش siete تصنيع الطائرات التابعة لشركة مختصة في تصنيع الطائرات الخفيفة لباعثين شابين بمنطقة البورجين من ولاية سوسا شركة اقتصت في صنع الطائرات الخفيفة إما للاستعمال الشخصي أو السياحي منذ حوالي 15 سنة حتى أصبحت طائراتها منافسة لطائرات البلدان الرائدة في مجال صناعة الطائرات أول حاجة نجب أن نقول عليها لها شركة سيامية بالمئة لولا عربياً وأفريقياً في صناعة طائرات طائرات الخفيفة بالضبط نحن كشركة نصنع في نوعين من الطائرات طائرات مصنوعة بالأليمنيوم وطائرات مصنوعة بالأليف الكربونية طائراتنا قاعدين نروز فيها في العالم أجمع طائرات هذومة مطلوبين خاطر على الكونفورم تاحهم خاصة في الليلانغ ديستانس يعني يمشيوا حتى 1400 كيلومتر على فرد رزيرفور يعني يهزوا ديستانس كبيرة منهم زادة فما لدي بلاس وكاتر بلاس كل ما هو إيتود كل ما هو خدمة تصنيع كل ما هو تركيب يصير لنا تيست كل شيء الذي يصير لنا والبرها كيف ناخذوا الاسرتيفكاشون بش طائرة تنفس طائرة البرها بالنسبة لطائراتنا عندهم نظام حيماية قوية على الأخر فما براشوت لك ريكب في الطيارة البيلوت يحس أي خطر عليه هو ولا على الطيارة لك يحل براشوت هذه الطيارة الكلها تهبط بالبراشوت هذا النموذج لطائرة برمائية لازالت بصدد الدراسة لتطوير خاصياتها في إطار مشروع تراهن عليه الشركة التي نجحت في استخطاب حرفاء من القرات الخمس طائرة هذه اللي نروفها قدامنا طارت وصلت لإيطاليا عملت حداش نساعة فول ورجعت طائرة كاملة بالموتر بكل شيء ما تفوتش 340 كيلو جرام بش نوصلوا معناها تحصلوا على السرتيفيكاشون بتاعنا البرا تنجم تمشي على بيست 150 متر وتطلع وإلا في الماء تطلع يعني في بحيرة طائرات في أمريكيا، أستراليا، باكستان شركة الطائران الجيبوتية ليست يخدموا عنها طائرات لكي يعلموا بهم الطائران في الجيبوتي عاننا حرفاء في باكستان، في أمريكيا، في أستراليا، في البرتغال طائرة تونسية الصنع والمنشأ تحلق في مختلف بلدان العالم في تجربة أولى من نوعها في إفريقيا والعالم العربي بكفاءات تونسية مئة بالمئة في صناعة الطائرات الخفيفة على أن تخوض تجربة جديدة في صناعة الطائرات البرمائية بلغ عدد المسجلين لموسم الحج 21 و22 بيئتين وتسعة عشر ألف مترشح وذلك بعد انتهاء عملية التجيل وغلق باب الترشحات يوم الحادي والعشرين من نوفمبر المنقذي وفق ما أثد به كهية مدير بالإدارة العامة للحج والعمر بوزارة شؤون الدينية سامير بن صيب وأوضح بن صيب اليوم في تصريح أعلامي أنه بداية من الأسبوع القادم وبعد الانتهاء من أجل المصادقة على مختلف الملفات ستنطلق المرحلة الثانية والمتعلقة بالتثبت من إمكانية الحج المسبق للمترشحين وحول إمكانية الحج من عدمه لهذا الموسم أكد سامير بن صيب أن المملكة العربية السعودية لم تتخذ بعد هذا القرار وبالتالي لم يتم تحديد الحصة الممنوحة لتونس مذكرا أن حصة تونس من الحجيج لم تتجاوز خلال السنوات السابقة عشرة ألاف وتسعمائة واثنين وثمانين شخصا في عالم الابتكار غادر مصمم الأزياء تودسين والعالميين أروقة النزل والفضاءات الفاخرة لعرض تصاممهم واختاروا شط تجريد بتوزر لعرض آخر ابتكاراتهم في أسبوع الموضة احتضنت مدينة توزر عروس الوحات التظاهرة العالمية لإسبوع الموضة في دورتها الثانية تظاهرة مكنت العارضين والعارضات الذين قدموا من ألمانيا وفرنسا والمجر وتونس من تقديم أفضل أزيائهم التي اختلفت ألوانها وتصاميمها أبدع في ابتكارها أكثر من عشرين مصمما من مشاهير عالم الأزياء السناء الحاجة الجديدة اللي عملنا للمينا أعز الفوتوغراف دمود وخرجنا في اللي نتوى لثلاث أيام ونخرجهم على الفوتوغراف المجازين الأجنبيين المهمين السناء نتلموا في السحراء ونعملوا ديفيلي دمود على شط تجريد هذه طلب وحلمة المصممين باش يعملوا في توزر العرض داي نحن مجموعة من الصحفيين من ألمانيا قدمنا لاكتشاف نماط العيش في الجنوب التونسي وخاصة كنا في زيارة إلى جربة أيضا لمؤكبة تظاهرة أسبوع الموذة الرائعة على المنصة الخاصة وبطلالتهم المميزة والمتناسقة عاش عشاق الموذة لحظات الاكتشاف أهم التصاميم والابتكارات لسنة 22 و2000 عملوا حاجات رائعة جدا نحن نحاول نكون نزيد في الفتنية متاحهم والصحراء والزوازيس والنخيلة كما شهدت هذه الدورة مشاركة مصممات أزياء من الوكالة التونسية للتكوين المهني قدمنا ابتكاراتهم وتصاميمهم ونافسنا من خلالها أشهر مصممي عالم الأزياء موديل إكسترافاغان مهبول بطريقتنا بلغتنا أحنا انتجين التامي اللي مشيت عليه الستريت أرت فن الشوارع حاجة مهبولة حاجة معناها مخالب زنقوله أحنا معناها ما تلقى ما تفهم منها فيها كل شيء فيها البنتوغ فيها سيريغرافي فيها برودوري بيت في الكرياشن بتاعي نظهر الامبلسمن اللي هي دوز دوزر بتشوفوا ديك غافيتي صحراء وجمال وطريق وتشوفوا زيدا في الموديل ستريت أرت أنه الحاجة المتعقبين المهبولين لكل تظاهرة أسبوع الموضة بطوزر مثلت فرصة مهمة للمشاركين وخاصة المصممين ومشاهير عالم الأزياء فضاء مناسبة لتقديم أفضل ابتكارات ومبدعاتهم وستجعل من خلالها مدينة طوزر منافسة مهما لاستقطاب مشاهير وشاهيرات عالم الأزياء وبعالم الموضة نصل مشاهدين إلى ختاب نشرتنا نشكر متابعتكم وإلى لقاء